سلام عليكم معكم مستوهون قناة مستر بونتك في حلقة النهار ده هنتكلم على او تنويح عن اهمية الحلقة دي انها حلقة مهمة جدا جدا جدا. الحلقة دي فعلا من الحلقات اللي ممكن تغير حياتك الى الافضل بشكل كبير جدا. واتغير حياتك الى الاسوأ لو مستغلتش الحلقة دي بشكل كبير برضو. خلينا نستعلم بالله ونبدأ على طول الحلقة. الدوكي كوين. تم الاعلان عنها في ديسمبر 2013. يعني تم الاعلان عنها في ديسمبر 2013. يعني بقى لها اربع سنين موجودة. تعريف الدوك كوين. هي عملة مشفرة تماما تستخدم في البيع والشراء على الانترنت. يعني هي عملة مشفرة تماما تستخدم في البيع والشراء على الانترنت. نفس تعريف البيت كوين. نفس تعريف اللايت كوين. ويبقية العملات. تمام? تمام. ايه هي المميزات اللي في الدوكوين غير الباقي. المميزات دلوقات ان الدوكوين رخيص. هتقول لي ايه ده? هو رخيص دي حاجة اطور من مميزات? طبعا دي مميزات حلوة جدا. او من افضل ميزة في الدوكوين انه رخيص. طب لايه هي الرخص هو ميزة كويسة? لان سهولة تعديله سهولة الحصول عليه حاجة بسيطة وسهلة جدا. انا كتحصل على واحد دوكوين طبعا ما بيسويش فلوس بمعنى كلمة ما بيسويش حاجة خالص. ولكن التنبؤات كلها. كل التنبؤات بتقول ان في عام 2018 الدوكوين هيوصل ثمنه لاتنين دولار. وبيقولوا في عام 2019 الدوكوين هيوصل ثمنه لمتين دولار. صدق او لا تصدق? انت ليك حق انك تكذب او ليك حق انك تصدق. تكذب فانا انت ليك حق. مين بيصدق? طيب يا جماعة طب هقول لك الحاجة. بسهل بسيط جدا. البيتكوين. تمام? البيتكوين العمر اللي احنا عارفنا كلها البيتكوين. من كم سنة? هقول لك بلاش كم سنة? شهر سبعة الفين وستاشر. البيتكوين كان بكام? كانت بسبعة ميت دولار وبستمائة دولار واقل كمان. دلوقتي البيتكوين بكام. يا جماعة انا بتكلم في ارقام. البيتكوين دلوقتي تخطى الفين وربعمائة دولار. انتم بتخيضين? في سنة واحدة نط الضعفين. انا استراحة مصدق ان البيتكوين هيبقى لها مستقبل كبير جدا جدا جدا. وعلم على الفيديو ده وافتكر الكلام دلنا قلت ده. خلانا نكمل وصلنا احد المميزات ومميزتها ان هي رخيصة. وسهلة في التعديل. وسهل الحصول عليها. دول تلاث مميزات اللي في الدوقت في الوقت الحالي. في عام 2015 تم انتاج تمانين بليون دوكوين. تمانين بليون دوكوين. وده اللي سبب رخصها. طبعا انا اقولك كده على مسل لازم تاخده في حياتك. ان عدد الشيء يتناسب عكسيا مع ثمنه. يعني ايه? يعني كل ما الشيء كان كتير كل ما ثمنه كان قليل. تمام? كل ما الشيء كتر كل ما ثمنه قليل. يعني الدوكوين تمانين بليون في اول سنة فاكيد كان ثمنه اقل من السنتات. تمام? لكن حاليا الدوكوين بدأ يقل. يتم انتاج سنويا خمسة وستة من عشرة بليون دوكوين. خمسة وميزتها بليون دوكوين سنويا. لكن في اواخر مايو سبعتاشر الا اللي حصل للعالم وايه اللي حصل للناس كلها وباقت الناس تتكلم عن دج كوين. الدج كوين بدأ يقل. الدج كوين بدأ ينزل. بدأ يقل. بدأ الاسواق ما تبعدش بدأ انتاج بدأ بدأ دج كوين بقى ده المكان خمسة وانتر عشرة بقى تلاتة وخمسة من عشرة. بدأ دج كوين ينزل. بدأ الكون سعره يعلى. فسوية ما قولنا عدد الشيء يتناسب عكسيا مع سعره. تمام? يبقى كلما الشيء بيزيد سعره بيقل. اما الوقتي الشيء بدأ يقل. فسعره هيبدأ يزيد. تمام? تمام. فاحنا منتظرين منتظرين الدوكوين في الايام الجاية. انا النهاردة مش هاشرها بس هو ايه هو الدوكوين? لا انا عاشي الوقتي طريقة حصول على محفظة للدوكوين. واسهل موقع للحصول على دوكوين. خليك معنا تبقى الحلقة. بسم الله. خلنا عطول نبدأ في طريقة حصول على محفظة للدوكوين والبيتكوين واللايتكوين وكل الحاجة انت عايز اسمها بلوك اي او. هتقول لي ايه ميزاتها واقول لك ميزاتها السيكورتي الكويس جدا. اه سهلة في بعض الحيات لان اه على فكرة البلوكتشين وكده بتاخد فلوس كتير قوي في الفيز بتاعتها بتاخدها بتبقى ارقام. فمش هينفع. فانا شايف صراحة انه البلوك دوت اي او دي من افضل المحافظ اللي انا شفتها. فهي كويسة جدا جماعة. كلها تعميل بتاعمل بتاعمل او هتلاقي هنا جاي لك كده. هتحط الاعميل بتاعك والباسورد تعمل كريت انا اكاونت وهيبدأ يعني معك الاكاونت مباشرة وبطريقة سهلة جدا. على قطرة انا خش سلوجين مباشرة بطريقة سهلة جدا كل رابط تلاقي عندك في الوصف. تريد الاشتراك في الموقع ده هتلاقي عندك في الوصف. وبعد ما دخلنا على طول تكتب هنا الايميل والباسورد وعلى طول هتدخل في المحافظة بتاعتك. وبعد كده تضغط على طبعا ببقى ان الدكوين هو عملة جديدة فانا طبعا لسه مشتغلتيش بها وهنبدأ نشتغل فيها مع بعض. تمام اول حاجة او لسه مسحبتيش يعني. اول حاجة هي دي اسم المحافظة او العنوان بتاع المحافظة بتاعتك في الدكوين. هتلاقي عندك هنا محافظ بيت كوين دكوين لايت كوين. تمام? طول استحبوا كده ده ان شاء الله بشرحها بعدين. طيب تمام. الوقت عايزين نتكلم على سعر الدكوين. سعر الدكوين يا جماعة لكل الف دكوين. الالف دكوين بيساوي اتنين دولار خمسة وتمانين سنت. اتنين دولار خمسة وتمانين سنت. ايه ده يعني الواحد دكوين بكام? من غير فلوس تقريبا. دكوين ضعيف جدا جدا جدا. تمام? تمام. لكن لما لما تجمع لك عشر تلاف ولا تلاتين اربعين الف دكوين ولا خمسين الف? وتلاقي فجأة دكوين سعره ضرب بقى اتنين دولار. وده مش في كم ده يعني ده في كم شهر. في كم شهر. وكل الاحصائيات في الوقت الحالي بيتقول ان دكوين بدأ سعره فعلا يزيد. فعلا دكوين بدأ يزيد. فانت ركز اوي في موضوع دكوين ده في الوقت الحالي. تمام? ركز اوي في الوقت الحالي. طيب خلينا نكمل مع بعض. يبقى كده احنا عملنا مخفزة دكوين نسيب لك كده رابط اسفل الفيديو. طيب خلينا نكمل كده على طول. الموقع ده. تمام? اسمه فري دوج دوت سي او. تمام? دوت سي او دوت ان. المهم. الموقع ده كل الفكرته ايه? انت بس بتسجيل في موقع سيبك برضو رابط تسجيل اسفل الفيديو انا معي في اتنين دوت كوين. تمام? كل بتعمله ايه? اه على فكرة الموقع ده يعني لما بتجمع رقم كويس من دوت كوين بتلعب لعبة كده اللعبة دي بتكسبك فلوس كويس. يعني هتكسب منها فلوس كويس. هتكسب منها دوت كوين بشكل كويس. تمام? يعني ما تقلقش بالموضوع عن دوت كوين قليل. لا هيزيد معاك. هيزيد معاك حلو. في موقع تانية كتير على فكرة ان شاء الله بشرحها بعد كده. تمام? انت هنا بس اضغط على امنية روبوت عشان تبدأ الساحة. هوريك سهولة الموضوع كله وسهولة اللعبة اللي هتعملها. طيب كده خلاص. تمام? هتعمل بس رول. افهم بقى. لو الرقم من صفر لتسعمية خمسة لتسعمية لتسعة لاف دونمية خمسة وتمانين. يبقى هتكسب ستة واربعين دوت كوين. تمام? ستة واربعين. يعني نص دوت كوين. تمام? طيب وهنا لو من الرقم ده للرقم ده هتكسب اربعة وستين دوت كوين. تمام? وهنا من الرقم ده تكسب ستة واربعين. وهنا وهنا لحد ما هتكسب ستة واربعين الف دوت كوين. تمام? لو جبت العشر التلاف. ده صعب جدا طبعا. تمام? المهم هتنعمل هنا رول وتشوف هتيجب ك prey? جبنا ستلاف فقالوا ان الرقم ده. لا, اسف! نرجع بس مرة تانية. المهم ان احنا جبنا ستلاف. فستلاف اقل من الرقم دوا. فدلوقت احنا اخدنا ستة واربعين او نص دوكوين. طمام? اخدنا نص دوكوين. بطاعة ساعة. ساعة وبعد كده بتجرر اللعبة دي مرة تانية. بس. ده اللي بتعمله بس في اللعبة دي كلها. ده اللي بتعمله في الموقع ده. ومواقع صادق جدا. وزا ما انت شايف ترتيب المواقع عامل ايه? وقال ما ربقى الصحب هو ميت دوكوين. زي ما انت شايف ترتيب المواقع عامل ازاي? فموقع صادق جدا. تمام? في لعبة بقى انت ممكن تلعبها لعبة دي. تمام? اه بتختار او او مانوال زي ما انت عايز. تمام? وبتحدد ارقام دي. استراحة مش فاهم ايه حاجة في اللعبة دي ولكن في ناس شرحت يعني لعبة دي عن نت. وبتختار مسلا كده وبتعمل ايه اما بتكسب ايه اما بتخسر. تمام? فاستراحة لعبة كويسة جدا وشوفت الناس بيكسابوا منها مبالك كويسة يعني من ستين دوكوين بيوصلوا لميتين دوكوين. تمام? فالموضوع بسط جدا في الموقع ده وعايز تسحب فلوس تغط على ويسدرو. وعلى طول هنا زي ما انشايف اهلا بلانك سحبه مية دوكوين. فبتسحب الفلوس مباشرة بيقولك هنا ستلاحة خمسشة ساعة على استحب بتاعك لو انا طلب تستحب. تمام? تمام ده الاوتو. اما هنا لو عايز تسحب مباشرة انتغط بس على ويسدرو ويقوم ساحب معك على طول. تمام? طبعا يستحب هنا يومي. اتماني بس يكون افدتكم في معنى دوكوين وافدتكم في ان دوكوين دي عملة مهمة جدا جدا. وفعلا يا جماعة الفين ساعة وعطاشر مايو الفين ساعة عشر بدأت كل احصائيات بتقول ان دوكوين طالع الدوكوين فعلا العملة بتزيد سعرها يوميا. اتماني بس تستفيدوا من الفيديو ده. هتلاقي رابط تسجيل في معاقة ده اسفل الفيديو. هتلاقي رابط تسجيل في بلوك دوت اي او اسفل الفيديو برضو لو عايزة يتعمل يعني محفوظة لبيتكوين. اتماني بس اكون ما اصرش معكم اي حاجة في الموضوع ده. كان معكم مصطفى انقراط بستر بمديك. الفيديو عباكت لايك الفيديو وسابسكرايب للقناة. وما تنسيش تعمل شير للفيديو. كان معكم مصطفى انقراط بستر بمديك. مرة اي اشترك شفت الفيديو وشوفت ان شاء الله في الفيديو الجاي. واستعلم عليكم ورحمة الله وبركاته.